فجعت عدن كما لم تفجع من قبل بالمصير المؤلم الذي لاقته الأكاديمية في جامعة عدن نجات علي مقبل وابنها وحفيدتها الجريمة جنائية وفق أرجح الروايات لكنها أشارت إلى الداء نفسه من العنف الطافح الذي استبد بهذه المدينة منذ أن استولت عليها الميليشيات والتشكيلات المسلحة التي تعمل خارج مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية أحدث جريمة شهدتها المدينة هي اغتيال الشيخ أحمد داود إمام وخطيب جامع معد بن جبل وأحد موظفي شركة النفط في حي الممدارة في مؤشر على أن عداد الاغتيالات لا يزال يعمل في هذه المدينة دون توقف عشرات الاغتيالات التي اندرج معظمها في إطار الجريمة السياسية شهدتها مدينة عدن وكانت وسيلتها مسلحون مجهولون يجوبون المدينة في ساعة الفجر الأولى أو يضعون أدوات الموت من العبوات الناسفة شديدة الانفجار لتصطاد ضحاياها حيث ما تحركوا محافظون وقادة أمنيون وعسكريون وأئمة وخطباء مساجد ونشطاء حصدهم العنف خلال الثلاثة الأعوام الماضية فيما استمرت أجهزة لا هوية وطنية لها في أعمال الاعتقالات والتغيب القسري للعشرات من أبناء المدينة والمئات من أبناء المحافظات الجنوبية طويت كل هذه الجرائم وتم حرق ملفاتها في مبنى المجمع القضاء بعدن أواخر يناير الماضي في آخر دورة عنف المسلح استهدف وجود الحكومة اليمنية عبر تشكيلات مسلحة لاوطنية يدعمها التحالف في عدن وغيرها من المحافظات الجنوبية يائست مدينة عدم من إمكانية عودتها إلى حالها القديم فالسلام والاستقرار والسكينة الاجتماعية أغلى ما فقدته المدينة بعد حرب ضارية شهدتها صيف العام 2015 ضد ميليشيا الإنقلاب الحوثية العلة فيما أفصح عنه قائد مقاومة عدن وأول محافظ لها بعد دحر الإنقلابيين ووزير الشباب الرياض الحالي نايف البكري الذي عز الفشر الأمنية الحاصلة في عدن إلى تعدد الأجهزة الأمنية وتضارب مهامها وهو أمر لم يعد مقبولا بنظره خصوصا وأن أعمال قتل وإرهاب للناس قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء إنهاء دورة العنف في عدن هدف طال انتظاره وبلغ مرحلة اليأس وها هو الرئيس عبد الربو بن سرهادي يأمر مجددا بسرعة دمج الوحدات الأمنية تحت مظلة وزارة الداخلية ومنع حمل السلاح في جميع أحياء ومديريات العاصمة المؤقتة عدن رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبد بن دغر وجه وزارة الداخلية بدمج كل الوحدات الأمنية تحت قيادتها وتفعيل غرفة العملية المشتركة لتسهيل تبادل المعلومات ومنع الجريمة قبل حدوثها إنها التوجيهات نفسها تتكرر لكن لا صدى لهذه التوجيهات في زمان السطو المسلح هذا